اشتركوا في القناة جسم الانسان لها مزايا كافية لعلاج نفسه وفي دراساتنا ثبتنا نعم جسم الانسان لها مزايا مميزة مثل البنكرياس يفريز الانسولين مثل الكوريت الدم البيضاء تبتلع اي مواد غريبة تدخل في الجسم مثل الكبد يحتوي على يعني معروف ان يصفي جسمه من السموم لكن كل ذلك هذي كلها تتم من خلال ايش من خلال وجود وقود وحافظ على هيكلة جسم الانسان حتى يبقى جسم الانسان كما هو شفاء من الله سبحانه وتعالى وخلق من الله سبحانه وتعالى وبتالي نعمة ربانية الله سبحانه وتعالى أن نعم على عباده وجود هذه النعمة السائر ربانية لأن الماء سائر ربانية أن نعم على الله سبحانه وتعالى لعباده وسخونته كما ذكره في صورة الواقع وكما هو ثبتنا لدى العلماء الامريكان نحن وجودنا هنا عندما سونا محاضرة في بلاكسبورغ قبل الشهر في شهر اغسطس يعني قبل ثلاثة وشرم أفواً وثبتنا بأن فعلاً إنسان مكونات أساسية من تكوين الخلايا بالكامل وحفظ على صحة كلها من العناصر لا تتوفر إلا من خلال الماء الساخن سبحان الله وبالتالي إذا كان بلازما الدم مكون من نسبة 92% أم ماء 92% ماء والدم هو معروف ناقل للطاقة ناقل الحرارة ينقل الحرارة إلى عضاء جسمه والقلايا بالكامل وبالتالي يحافظ على حرارته لكن قلة الحرارة كمان في نسبة معينة من الدهون ناتجة من مواد الدهنية مواد غذائية من الدهون التي تقوم بها الأنزيمات بيكسرها إلى أحماض الدهنية هذه أحماض الدهنية إنما لا تستطيع الأنزيمات عملية تكسرها والإنتاج الخلايا اللي اسمه الطاقة هناك يبدأ يتراكم هذه الدهون ويتحول إلى كوليسترول ويتحول إلى انسدادية في الشريين الأوعية الدموية وبالمقابل يؤدي إلى ارتفاظ اقتدام سبحان الله لذلك السكري، ارتفاظ اقتدام، الكوليسترول، أمراض القلب وكل أمراض كثيرة مرتبطة بوجود العناصر الأساسية هذا عدم وجود خلل في النظام لعدم وجود هذه الأربع عناصر وهي كلها من الماء الساقن هي التي تؤدي إلى خلل في وظائف ميكانيكية للجسم يعني نقص الماء كافيا في بلازما الدم الذي يفترض أن يكون 92% وماء يؤثر اثنين عندما الإنسان يبدأ يواضب على البرنامج الصحي والعلاجية للتناول هذا مجرد وسيلة واحدة من الأساليب الصحية والعلاجية هناك وسائل أخرى لفوائل صحية مختلفة مثل البخار والكمدات بالماء الساقن وغير 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 لكن الأساس هو العلاج الداخلي من خلال البرنامج الصحي والعلاجية لطريقة تناول ماء الساقن ننصح بشدة ما أحد يوقف أحدا عن تناول ماء الساقن إلا بعد ما يتأكد لا نحكم على مريض واحد مجارد أن نستخدم الماء الساقن وأن ثم تدهور حلته ليس من سبب الماء هناك مرضى في مستشفيات بمئات وملايين وآلاف وتدهور حول أضاعهم لماذا لا يقولون عن سبب الأدوية وسبب أخرى ليس من ماء الساقن ليس للإطلاق وإذا كان مسألة أن المريض ترك الأدوية حتى ما ندخل بجادلات مع صناع القوانين طبعا ما أستطيع أمنى ناس لكن في نفس الوقت لا أستطيع أثبت بأنني عندما كنت مصاب بأمراض كثيرة والثبت ذلك اللجنة الطبية من المستشفى الآية هذه كنت أتلاقي العلاج في سلطنة عمان ونشرنا التقرير الطبي وخلوة من الأمراض بالكامل فقط من خلال الماء الساقن والبرنامج العلاج بالماء الساقن من جرد الشرب لا برنامج متكامل هذا واحد زوجتي كانت مصابة بالسكر ولديه إذا أي شخص يريده وانا سنعمل حتى على النشره وقمنا بالنشره فحصات طبية وكمان سكر تراكمي كان يثبت أنه وصل عندها ستة ونص إلى سبعة أو شيء تقريبا الآن ضبط هذا السكر لديها لغة اليوم وبثبتات فحصات معملية عملناها ولغة اليوم أخي الكريم ارتفاع ضغط الدم عندما نبدأ نواضب على البرنامج الصحي والعلاجي بالماء الساقن يؤدد جسم إلى ثيرموجينيزيس أو تمادد أوعية الدموية نتيجة دخول الجسم إلى ثيرموجينيزيس أي طاقة الحرارية ولو رجعنا بالقوانين ديناميكية الحرارية ماذا يقول القانون الأول ديناميكية الحرارية أن الطاقة لا يمكن أن تهدم أو تخلق الطاقة هي موجودة هذه النعمة ربانية موجودة لكن تنتقل الطاقة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد الماء الساخن الذي ننصح لدى كبار من المراحقين إلى ما فوق سن ننصح على خمسين درج مئوية وهناك طبعا وسيلة لتعرف على درج حرارة في عدم غياب المقياس الحراري واحد لدى الأطفال ذكرنا إلى 40 درج مئوية حتى الطفل المولود ننصح بعدم أي تحريم أي شخص من حتى الطفل الجديد حتى طفل مولود طفل يحرم من الماء الساخن بدرجة كما أسلفنا حتى الجنين بداخل رحم الأم من أجل صحة الجنين وصحة الأم ننصح الأمهات الحوامل أيضا مراعاة أهمية الالتزام والمواظبة على البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن سبحان الله هذا هي مجرد كانت هذا مجرد كان مختصر للرد والإفادة ونحن ليس قصدين على الانتقاد ما قاء تغريدة الدكتور خالد ما احترامي لك أخي الدكتور واحترامي لجميع الأطباء بل كان مجرد لأن وجهتنا كثير من استفسارات ومئة مئات لدرجة ما قادرين ياما نمسك عمالنا نواصل بعمالنا أو نرد على هذه الاستفسارات لذلك فضلنا نعمل هذا التسجيل وننزل على اليوتيوب وثم نوزع عبر الواتساب ونوزع عبر التويتر وعبر المواقع الإلكترونية وحتى لك أخي استاذ الدكتور خالد النمر المحترم وستوصلك الرابط لهذا التسجيل نعم لهذا الرد الذي قمنا به اضطلنا في الموضوع لكن هدفنا الفيدة لجميع الجميع استفيد ولا نحرم ولا نحرم إلا بعد أن تتأكدوا وأنا أطلب منكم يا أخواننا دكتور خالد لديكم مستشفى ما شاء الله لديكم إمكانيات هناك عندكم أجهزة عندكم معامل عندكم معامل مختبرية لماذا لا نستغل من هذه النعمة الربانية حتى يثبت بأنه اكتشاف خليجي لماذا لماذا حتى يثبت أن الذي اكتشفه هو عربي مسلم خليجي عماني وأنت خليجي وأنا خليجي لذلك هذه النعمة الربانية ويثبت المستوى العالم حتى يوصل وقت مرحلة كما قال توماس أديسون العالم الشهير معروف الذي معروف منه توماس أديسون والذي قال الطبيب المستقبل لن يستخدم الأدوية رح يمنى المرضى من استخدام الأدوية بل فقط استخدام أنظمة غذائية وتباع نظام معين أنظمة معينة للوقاية والعلاج من الأمراض وأخي العزيز هذا ليس فقط من قصود التسجيل هذا من أجل انتقاد بل من أجل التوضيح نرجو منكم ونحن والاستعداد نتمنى أن تتبنى جهة معينة سواء في السعودية أو أي من الدول الخليجية أو أي دولة أخرى تبنى ونحن والاستعداد ليتم إجراء فحوصات معملية ومختبرية ونقدم المعلومات البحثية التي قبنا بها وكرسنا حياتنا على مادة تسع سنوات ونص ما يقارب الآن عشر سنوات للإثبات العلم عندما تركنا الوظيفة وتركنا كل شيء من أجل هذا العلم لأنه علم رباني ونعمة ربانية التي النعم على الإنسان فلكون مسلم بدأت عندما قمنا نعمل دراسة نعمل دراسة من جانبين من الجانب الفقهي من الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم كما صلفنا ومن العلم الحديث لذلك الماء ساخن معجيزة ربانية من الدرجة الأولى عندما نقول معجيزة ربانية ليس معجزة رفارس بل هي معجزة ربانية بسبب أن الماء لا يوجد إنسان يستطيع يخلق ماء من مادة أخرى والماء أساسا شريانة للحياة وعلى طرف العلماء وحروب العالم من المستقبل راح تقع من نتيجة الماء وما أن الماء متوفر بغزارة بكل مكان لكن في نهاية من يكره من من يعتدى لمن ومن يحارب من ولماذا وإلى أين سنتجه وأين يتجه العالم على الكل تعب على الكل يريد يعيش وحقق حياة كريمة كل مكان نرى الذبذبات التذبذب نرى يعني وضع الناس من جانب واحد الله سبحانه وتعالى أمرنا نحن نعتاصم بحبل جميعا ولا نفرق هنا قال الله سبحانه وتعالى واعتاصموا بحبل الله جميعا وليس مختصر على فئة معين من الناس أو على عرق معين أو على الدين معين أو على قبيلة معينة أو على ثقافة معينة واعتاصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله لكم وإن كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفة حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدونا نصل الله تعالى توفيق لجميع ونرجو من أخواننا في الخليج من يريد يدعم ما نحن نسعى إليه لتحقيق الأهداف المرجوة لمواصلة النشر ويظل شرف بأنه اكتشاف خليجي اكتشاف عربي اكتشاف مسلم اكتشاف عماني وعماني هو سعودي وسعودي هو البحرين والبحرين هو القطري والقطري هو الكويتي نرفع راية الخليج في نحاء العالم راية الدول العرب راية العربية اللي الغرب هو كل مشارك ومغارب هذا اكتشاف علمه وإنسان نبذل كل مجهود بقدر مستطاع إن سواء حد وقف بجانبنا أو لم يوقف بجانبنا لكن نسأل الله تعالى التوفيق وإن شاء الله هناك من الذين يقدرون هذه النعمة وهناك من استفادوا ولدينا دلائل كافية أكثر من مئات بل قد توصل أكثر من مئات التي نجمعها على سريع من الذين استفادوا من هذه النعمة الربانية إن كان مسألة ترك الأدوية ما نمنأ أحد من ترك الأدوية يبقى خيار لكن لا يمنأ نحن نقول الحقيقة بأن الأدوية لحضرار وليس خيار استخدام الأدوية الخيار من الدرجة الأولى هو اكتشاف ماذا يريد جسم الإنسان وماذا هو جسم الإنسان عطشان من إيش ماذا ينقص الجسمه ما هي العناصر التي تلعب دور بحيث الجسم يأتنى على نفسه وجسمه يعالج نفسه وجسمه يقوم بصيانة نفسها بقدرة إلهية الله سبحانه وتعالى أنعم البشر لكن ما هي الوقود الأساسية التي تغضي جسم الإنسان لضمان بقاء صحته بجميع جوانبها كما أسلفنا الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والروحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونرجع من الجميع التسجيل ما تبين أمامكم على اليوتيوب حتى وتوزيع للآخرين حتى هدفنا هو الإنسان الصحة البشرية وعجبتنا هذه التغريدة أو المقال الوارد من دكتور خالد والنعمة فيك يا دكتور عندما ذكرت ما عن لنشر الثقافة الصحية اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ما شاء الله عليك دكتور خالد ما شاء الله عليك وتعتز بشرفك ونصل تعالى التوفيق للجميع ونصل تعالى كل ما نستفاد يواصل مجهوده يواصل ينشر هذه النعمة الربانية وينشر كل المشاهد الفيديو كل الرسائل كل من الذين استطعنا نتواصل معهم من أجل النعمة الربانية نشريها هذه النعمة الربانية لا يجب لا نضيها بعد من أنا مع الله سمه تعالى على عباده واكتشاف هذه النعمة الربانية هناك علماء عملوا دراسات عميقة جدا عن الماء مثل الدكتور من أصل إيران العالم الأمريكي الشهير الراحل ماذا قال عن الماء هنا قال أنت ليس بريضا فأنت عطشان فلا تقالج العطش بالعدوية الله أكبر سبحان الله دكتور باتمانجليج غير من العلماء غير دكتور مصارو إيموتو الذي نال الدكتوراه في نفس الأكاديمية التي نحن نلنا شهاداتنا الدكتوراه في الدكتوراه الفلسفة في الطب البديل من الأكاديمية الدولية للطب البديل في الهند تحت الجامعة العالمية المفتوعة العالم هذا الشهير الذي جهت في السعودية وثبت بأن الماء يستجيب للمشاعر والكلمات والأدعية أخي العزيز سبحان الله قال الله سبحان الله وجعنا من الماء كل شيء أفلا يمنون أفرأيتم الماء الذي تشربون لكن ما هو الماء سبحان الله إن كان الماء البارد أو الفاتر أو المغلي لا بل هو الماء ساخن لأن الماء الفاتر عديم الماء البارد له أضرار صحية ولها حلقة مقتصر عن أضرار صحية للماء البارد والماء المغلي ما أحد يستطيع تشرب الماء المغلي بتالي هو المطلوب الماء الساخن بدرجة الحرارة التي أسلفنا ذكره أو بطريقة التي ذكرنا فيها بحيث أنك لا تحرق نفسك تستطيع تملى الفم دون تحرق نفسك والماء مجرد إضافة أي شيء فقط خصائصها وتالي هذا موضوع مهم جدا 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 نرجو من الجميع أن يوقف نعتصم بحمل الله جميع ونمد أيدينا بعضنا البض نحتضن بعضنا البعض من أجل مواصلة هذه النعمة الربانية إلى الأمام وكل من الذي سيوقف في هذا المشروع العظيم في النشره ودعم بقدر ما يريد ما يدعم من الدعم ونحن نعمل على إقامة عشر مشاريع في مستقبل قريب من بينها ثمانة مشاريع تتعلق بهذه بالنعمة الربانية بهذا بفوائل الصحي والعلاجية للماء ساخن ومن ثم انتشارها على ربوء العالم حتى يوصل لكل إنسان لحل حق حصول هذه النعمة الربانية كان فقيرا أو غنيا صغيرا أو كبيرا حتى جني طفلة في رحمة الأمة الجنين أو أي إنسان مهما كان مجرد اللهم هو إنسان مخلوق من الله سبحانه وتعالى وليس إنسان آلي أو إنسان من نوع آخر هو إنسان خلقاه الله سبحانه وتعالى من عباده لا يختصر على ما ينتمي إليه أو عرقه أو ثقافته أو علمه أو مادته ماديته أو آكل ذلك بل هو مجرد إنسان هذه النعمة الربانية سنواصل بقدر مستطاع توصيلها إلى ربوء العالم ونصلت عليه وفقنا بهذا الإثبات العلمي بالتجارب المعملية والمختبرية لأن الناس سيؤمنون أكثر بهذه التجارب المعملية أكثر من عندما نقول لهم إنه إعجاز ربانية لأن حتى المعجيزة نزل من السماء الناس ما رح يقول المعجيزة رح يقولون عن سحر فرح يقول فارغ الساحر هذا ليس علاقة بالسحر وليس علاقة ولا نؤمن بالسحر كل كل كلام فارغ لا السحر ولا أي شيء نؤمن بما مش يسمى معجيزة ربانية جلت قدرته فإن أراد يكون شيء يقوله فيقول له كن فيكون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة